السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار ده ان شاء الله هنعمل الطحينة من السمسم بس. من ثلاث مكونات بس. اول حاجة طبعا معانا سمسم ابيض وسمسم متحمص. طبعا هنرجع تاني نحمصهم كده بس هنحشل رطوبة بتاعتهم من النار. هنحمص السمسم الابيض شوية بس كده هنشل من الرطوبة وهنضيف عليه دلوقتي السمسم اللي هو اللي متحمص. الاحمر اهوت. هنقلبه كم تقليب على بعضهم كده بس يشيل بس الرطوبة بتاعته. وبعدين هنطحنه لاما بالمطحنة لاما بالكبه بتاعتنا. الوقت بعد ما حمصناه وخرج الرطوبة بتاعته. هنجيب طبعا الكبه بتاعتنا هيت. وهنضيف طبعا السمسم فيها واحدة واحدة كده. هنطحنه طبعا لغاية ما يصير زي العجينة في ايدينا. يبقى كده احنا عملنا آآ تحنة السمسم بتاعنا. طبعا هوت الكمية كلها. وآآ كمان هنضيف الزيت بتاعنا. طبعا الزيوت بتاعته مش واضحة قدامكم بس هي طلعت من كتر الفرم. طلعت زيوت بتاعت السمسم. الوقت هنضيف كباية الزيت. احنا هنضيف كبايتين. كبايتين زيت. عشان انا معايا نص كيلو من السمسم. وكل ربعة هياخد كباية زيت. الوقت ايه? انا ضيفت كباية. وهنضيف التانية كمان. طبعا احنا هنخلط الخليط كله لغاية ما تجانس كله مع بعضه. وطبعا هضيف الكباية التانية مع الكمية اللي باقية. آآ وطبعا اده اول كمية معاكم هيت. ده اول كمية. هكمل بقى بقية الخليط وارجع لكم تاني. طبعا آآ لو لقاتها خشنة منك ممكن انت تصفيها. بس ده هو القوان بتاعها جميل جدا هوت. ومش محتاجة اي حاجة. وده كان الفيديو بتاعنا سريع وخفيف. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. وانا عجبكم بقى الفيديو متنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.